أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدرسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي كما أشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاما عالمي وذلك بهدف إعادة وإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود تلك المشروعات هذا وأضاف مدبولي إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الانتهاء المفاوضات مع المستثمرين وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الألاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة وتحقيق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية